في 1988 وقت الانتخابات الرئاسية كان الجنرال عون قائد جيش بيبعث الجيش وبيعرق الوصول النواب على المجلس النواب وبيعط الانتخابات الرئاسية وبيجبر الرئيس عميني جميل انه يكلفوا بتشكيل حكومة انتقالية عسكرية وبيسلموا اسرب عبدا وبيقض فيه جنرال عون وبيحتله وبيرفض انه يطلع منه وبيتمرد اليوم اذا متطلع عن مشهده ومنحاول نقرأ وما نكون اغبية وما ننساق بعواطفنا نطلع شوه المشهد اليوم اليوم الجنرال عون معرقل تشكيل الحكومة تشكيل اللي حي عنده وما هم يمضيها معرقل امضاء تعديل مرسوم الحدود مع اسرائيل مشان تايرض الامريكان معرقل تشكيلات قضائية ما هم يمضي مرسوم التشكيلات وعم يضرب صلاحيات مجلس قضاء الاعلى اليوم المشهد هو اذا منحضره منه موضوع اذا غادعون رح يطلع بايده او ما رح يطلع بايده غادعون رح يبين بهاليومين انه ما رح يطلع بايده شي لحيد داتا ساد بايده كله سوا ورح منشوف كلنا سوا انه ما رح تعمل شي الموضوع بس هو انه هي تتمرد على رؤسيه مشان ضرب مجلس قضاء الاعلى وضرب صلاحياته وضرب حضوره وقالله بيعلم شو محضرنا مشان تا يضرب المجلس الدكتوري اللي هو ممكن يحاكمه بس يتمرد بالمرة التانية يعني باختصار اذا منشوف المشهد كله ومنشيل غرائزنا ومنشيل مصيبنا عجنب منطلع منلاقي انه الجنرال عون عم بيحضر حاله تبس يخلص عهده يتمرد ويضلب بعبدة بعيار 2022 موعد الانتخابات النيابية يعني الجنرال عون اذا بيقدر يعطي الانتخابات النيابية بيكون شل كل المؤسسات الدستورية بالبلد وما بيقعد في حدا بيقدر يحاكمه او يقبعه وبيقعد وبيتمرد ببعبدة من بعد ما يخلص عهده وما حدا بيقدر يشيله وبيفاوض هو وظهره مرتاح على الكرسي لتسليم السلطة لصهره وهيدا هو حلمه التانية من بعد ما حقق حلمه الاول كيف نتصدى لهذا الشيء اليان انا ما بعرف واحد الشعب كله ما بيعرف سياسيين لان المخضرمين متعمقين باللعب السياسي هن لازم يعرفوا هن حضروا حالهم اما نحنا كشعب مدعوين انه ما ننجرف بالتضليل وبالخداع ممنوع اليوم زلمي عمره 87 سنة يقدر يخدعنا نحنا كشعب كله سوا بكل اعماره وبكل فئاته بالمجتمع يا جماعة ممنوع نحنا هالمرة ننغرب مخططاته بخداعه وباغراءاته ما في شك انه هم حضرنا شيء باللحظة الاخيرة ما بنعرفه بده يرجع يبهلنا عن جديد خلينا وعيين وخلينا منتبهين واللي خيبنا عشرين مرة واللي دمرنا واللي شنطلنا واللي بهدلنا واللي قتلنا واللي فقرنا واللي هجرنا واللي شقفنا واللي شلعنا واللي مسح وجهنا بالتراب واللي بعثنا عجهنم ما راح يفرحنا اخر مرة